النقطة السادسة إنها خطوات عملية بالغة الأهمية أولا نظف عقولكم وقلوبكم من كل قذارات الحوزة الطوسية أقولها لكم عن تجربة وعن معرفة وعن يقين بالنسبة لي مثلما يأتي شخص ويجمع الزبالة والقذارة في بيته يكدسها في وسط البيت يكدس الخراءة خراءة الكلاب في وسط البيت كم من الأضرار ستكون في ذلك البيت بسبب خراءة الكلاب هذا بسبب أكوام الزبالة هذه كم من الأضرار ما تتركه قذارات الحوزة الطوسية في عقولكم وقلوبكم أكثر بكثير أكثر بكثير شمر وحرملة أنجس من قذارة الكلاب هذا أنجس من خراء الكلاب مراجع الحوزة الطوسية بحسب إمامنا الصادق أضر من شمر وحرملة إمامنا الصادق هو الذي يقول هذا وما جاء في رواية التقليد هذه التي أشير إليها تنطبق بشكل كامل على مراجع الحوزة الطوسية من الذين ماتوا أو من الأحياء الذين نعاصرهم على الأقل بحسب فهمي وعقيدتي أنا لا أبالي بالآخرين هم يحاسبون عن عقيدتهم وفهمهم وأنا أحاسب على عقيدتي وفهمي بحسب عقيدتي وفهمي رواية التقليد تنطبق بشكل كامل ودقيق على مراجع الحوزة الطوسية من الذين ماتوا أو من الأحياء الذين نعاصرهم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل فهؤلاء أضروا من شمر وأضروا من حرملة وشمر أضروا وأنجسوا من خراء الكلاب وهؤلاء وهؤلاء الطوسيون أضروا من شمر نظفوا عقولكم وقلوبكم من قذارات الحوزة الطوسية ثانيا لا تتابعوا برامج القمر فقط حتى تعرفوا الحقيقة تابعوها وتابعوا غيرها تابعوا الفضائيات الأخرى وقارنوا كي تعرفوا الحقيقة بأنفسكم أينما وجدتم الحقيقة فتمسكوا بها وجدتموها في قناة القمر فتمسكوا بها وجدتموها في مكان آخر فتمسكوا بذلك المكان حيثما وجدتم الحقيقة تمسكوا بها احترموا عقولكم إن كنتم عاجزين عن التشخيص فاستعينوا بالذين تثقون بهم من أمثالكم وتدارسوا معهم لا أن تسلموا لأقوالهم تدارسوا معهم وتباحثوا معهم وتذاكروا معهم نحن نتحدث عن دين لا نتحدث عن موضوع سياسي أو عن نقاش في مسألة أدبية أو تعريخية أنا أحدثكم هنا عن دين عن عقيدة عن مصير حيات الشيطان هو الذي يجعلنا لا نستشعر أهمية الدين في تشخيص مصيرنا تارة ينسينا وأخرى يدخلنا في أمور تافهة نقدمها على أمر عقيدتنا وديننا وأخرى وأخرى أنا أتحدث مع كل شيعي منتظر لإمام زمانه ومع كل شيعية منتظرة لإمام زمانها ممن يشاهدون برامج القمار ويتابعونها أتحدث مع هؤلاء فقط ولا شأن لي بغيرهم وهذا الكلام موجه لهم فقط لا شأن لي بغيرهم هل رضي الآخرون أم سخط لأنني أرى أن واجبي هو هذا وتكليفي هو هذا قدرتي في إيصال صوتي عبر هذه القناة وحينئذ سيكون الخطاب مع أولئك الذين ينتظرون إمام زمانه ويتطلعون إلى يوم خلاصهم على يديه رجالاً ونساء شيباً وشباباً وأطفالاً ثالثاً لا تخرجوا من حفرة عجول النجف وكربلاء إلى حفرة أخرى حذاري لا تنصبوا أحداً بينكم وبين إمامكم صلوات الله عليه مهما كان ومهما أعجبتم به لا تنصبوا أحداً فيما بينكم وبين إمام زمانكم وأقولها بملء ثمي لو اطلعتم على تأريخي وحاضري وباطني وظاهري لنفرتم مني وهكذا أنا لو اطلعت على تأريخكم وحاضركم وباطنكم وظاهركم لنفرت منكم هؤلاء نحن الآدميون فإنسان كهذا لن يكون وسيلة إلى الله إلا إذا نصب الإمام أحداً من البشر ووجهنا إليه فإننا حينئذ سنتوجه إليه ليس لأجله لأن الإمام هو الذي أمر بذلك مثلما يكون الحال مع اليماني قطعاً في وقت ظهوره بحسب العلامات والتفاصيل التي ذكرت بعد ظهور السفياني الجهة الوحيدة التي يجب علينا أن نتوجه إليها إمام زماننا فقط أنا وغيري ممن ينقلون لكم حديث العترة الطاهرة نحن علامات مرور في الطريق لقيمة لنا لا يصح التوجه إلى راوية الحديث التوجه إلى إمام زماننا فقط راوية الحديث علامة سير في الطريق إذا كانت هذه العلامة صحيحة بهذا الشرط أما إذا لم تكن علامة صحيحة فعليكم أن تفروا منها أن تتجنبوها بقدر ما تستطيعون إذا لا تخرجوا من حفرة عجول النجف وكربلاء إلى حفرة أخرى لا تنصب أحدا بينكم وبين إمامكم صلوات الله عليه مهما كان ومهما أعجبتم به لو اطلع بعضنا على تأريخ البعض الآخر لما التقينا إمام زماننا هو الذي سترنا ستر عيوبنا وستر أخطاءنا وستر اجتباهاتنا أكانت صادرة عن عمد وعن إصرار في المخالفة أم كانت صادرة عن سهو وغفلة أم كانت صادرة عن جهل بسيط أم عن جهل مركب أم قبائحنا كثيرة لا تعد ولا تحصى وإذا كان من وجه جميل يظهر لنا لا أتحدث عن وجه مادي أتحدث عن وجه معنوي قد يكون الوجه المادي جزء منه إذا كان هناك من وجه جميل يظهر منا فبفضل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه رابعا هذه النقطة مهمة عليكم أن تدرس برامج قناة القمر إذا اقتنعتم من أن الحقيقة في أفنائها وفي أحنائها وأنحائها عليكم أن تدرس هذه البرامج لا أن تشاهدوها مشاهدة البرامج لن تنفعكم إلا شيئا قليلا لا يذكر الفائدة كل الفائدة في دراستها درسوها بقدر ما تستطيعون يصل إلى مسامع هناك الكثير من المجموعات يتدارسون ما يطرح في برامج قناة القمر وهذا توفيق توفيق لا لأن البرامج أنا أقدمها أنا لا قيمة لي هنا أنا ناقل القيمة لثقافة العترة الطاهرة القيمة لقرآنهم المفسر بتفسيرهم القيمة لحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم أما أنا فلا قيمة لي أنا عامل مساعد مثل ما يقولون عن العوامل المساعدة في التجارب الكيميائية من أن العامل المساعدة يؤثر في تفاعل التجربة الكيميائية ويؤثر في النتائج التي تخرج من تلك التجربة الكيميائية وهو يخرج بعد ذلك بعيدا عن التجربة كلها أنا ناقل ليس أكثر من ذلك الفضل كل الفضل لحقائق المعرفة التي هي منهم وإليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هناك كثيرون يتابعون المقاطع القصيرة هؤلاء لن يفقه شيئا ولن يتعلم شيئا في كثير من الأحيان هذه المقاطع ستضللهم وستنقل لهم صورة خاطئة حلقة قد تتجاوز الثلاث ساعات أتحدث فيها عن السيستاني مثلا أو عن الخوئي في عشرة دقائق في بعض الأحيان يأتون إلى هذه الدقائق يقتطعون منها ثلاثة دقائق ثم يكتبون عنوانا يختلف عن مضمون هذه الدقائق التي اقتطعوها فيأتي المتابع لمثل هذه المقاطع يقرأ العنوان الخاطئة فيبرمج نفسه وفقا لهذا العنوان يشاهد المقطع ويفهم المقطع بحسب العنوان الخاطئ الذي كتب عنوانا لذلك المقطع هل كتب خطأا جهلا واشتباها أم كتب خطأا بنحو متعمت هذا أمر راجع للذي قام بهذا ثم يتصور من أنه قد اطلع على مضمون الحلقة أيها حلقة هذه أنت حتى لم تطلع على العشر دقائق بكاملها التي تحدثت فيها عن السستاني اطلعت على بعضها وتلك الدقائق لن يفهم القصد منها ما لم تتابع كل الحلقة من أولها إلى آخرها لا شأن لي بما يفعلون الناس أحرار لكنني أقدم لكم نصيحة أنتم الذين تريدون أن تدركوا الحقيقة مشاهدة البرامج لا تكفي هذه البرامج مكرسة وملخصة ومعمقة تحتاج إلى دراسة أن تشاهد البرامج من دون أن تعيد دراستها فإن الفائدة والمنفعة منها لا تعد بشيء ولا قيمة للفائدة والمنفعة التي تحصلونها من متابعة هذه البرامج من دون مدارستها ومن دون مذاكرتها نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر